هذا وأكدت المسنة الصهيونية التي أفرجت عنها حركة حماس سنة الأسرة كانوا يتشاركون الطعام وشراب مع جنود المقاومة الفلسطينية وأنهم تلقوا معاملة جيدة واهتماما بجميع احتياجاتهم مضيفة بالقول إن عناصر حماس قالوا نحن مسلمون ولن نؤديكم مطلقا كان يأتينا طبيب كل بضعة أيام ليتابع حالتنا وكان حريصا على توفير الأدوية لنا لقد قالوا لنا إنهم يؤمنون بالقرآن وإنهم لن يؤذون أكلنا الخبز مع الجبن الأبيض والخيار تماما مثل ما يأكلون لقد عملونا بشكل جيد واهتموا بجميع احتياجاتنا لقد عملونا بشكل جيد